الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك أهلا ومرحبا بحضرتكم إلى صلاح القلوب وهذه حلقة جديدة من شرح كتاب الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله وبركاته وبلغنا فيها فقرة يقول فيها أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفتقد محبوب أخرج بالعزم العزيمة الصادقة التي توقفنا معها في اللقاء السابق والتي اتفقنا أن نتحصيلها بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالصبر وبالتقوى وبالصدق كل ذلك يؤهل الإنسان أن يكون صاحب عزيمة ثم تعالوا في لقائنا هذا نتأمل ضيق الدنيا لأن من قوة العزيمة كما يقول الإمام الهروي عليه رحمة الله في كتاب منازل السائرين أن من أسباب العزيمة أو الدرجة الثالثة من درجات العزم فهم العزم أن نفهم كيف نعزم ولماذا نعزم وعلى ما نعزم يا حبيبي اللي ساب الصلاة ساب الصلاة عشان ما دقش حلوتها لو دق حلوتها مستحيل يسيبها مستحيل يبطلها عشان كده من الحاجات المشهورة أن أن الصدقة ما بتتبطلش اللي بيتصدق مرة بيتصدق على طول ليه ليه لأنه بيشوف أثر الصدقة بيشوف السرور اللي أدخلوا على الناس أقول لكم حاجة في حاجة طريفة جدا حصلت لما كنت مع ناس بتتصدق وراحين مشوار مع بعض فقعد يقولوا أن المشوار دعم زي الحجر والله أنا فكرتني برحلة الحج فكرتني برحلة العمرة إيه العلاقة العلاقة النهي هم دي أبواب الوصول إلى الله إيه هو ده والعلاقة إنه هم أهل الصدقة هم أهل العمرة هو هو لو كان بيروح إفنتات وأفرحه مناسبات كان هيقول ده أجمل من الإفنتات اللي بروحها بكتير ده أجمل من المشاة ده إحساس أجمل بكتير من كذا وكذا علشان كده المفتون يقارن بالحاجة اللي مفتون بيها والصالح بيقارن بمشاوير الخير اللي بيعملها لأنه هم دول هم دول نادر قوي نادر قوي لما تلاقي الناس اللي بتروح القبور تطوف حوالين القبور وتتمسح بالقبور وتتوسل بالموتة وتلجأ الموتة نادر قوي دول لما يحجوا ويعتمروا بيحجوا ويعتمروا وبيحبوا ربنا سبحانه وتعالى بس بيفرغوا طاقة اللجوء إلى الله لغير الله مش كلا علشان كده ما تسيبش ماما اللي بتحب تروح قبور الأولياء ومساجد الأولياء ما تسيبش بابا ما تسيبش عمك خدوا طبطب عليه واحتوي وقلوا مش الصالحين دول ماتوا مش ماتوا الصالحين دول ازاي يملكوا مدد مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله ازاي بقى دول يدون مدد ازاي مش كلا لو يملك المدد ما كانش عمر قطع كان امتد كلهم بشر الصالحين منهم والأولياء منهم وأقول لك ايه والأنبياء كمان قبل أي حد عايتي بشر بشر قال رسول الله قال الله عز وجل لرسول عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا محدش يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى ما تسيبش ابنك ولا ابنختك ولا شاب من الشباب دول اللي اتعشم إنه لما يروح لقبور الأولياء هينجح في السنوية ولا هينجح في الإعدادية ولا كذا غلط قولي دي بركة بياخدوا راحين ياخدوا بركة منهم حرام القبور القبور لينا للي عايشين مش بركة ولا حاجة لها جوز التبرك بيها ممكن تكون مباركة لأصحابها روضة من رياض الجنة لأصحابها إنما نطلب البركة بلمس شيء شرك بالله حرام ما ينفعش تلمس شيء ما ينفعش تحتسب بزيارة قبر واحد من أولياء الله الصالحين إن انت تستفيد لا رسول الله عليه السلام بيقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكروا الموت بنزور القبور ليه عشان نتذكر الموت نفتكر إن إحنا هنموت مش بنزور القبور علشان ننجح بنزور القبور علشان واحدة ما بتولدش ولا ما بتحملش ولا أب عايز يبقى عنده زرية ربنا يرزق مراته زرية لا حرام لا يجوز لا يجوز إن أنا أطلب من الميت حتى لو كان من الصالحين من أولياء الله الصالحين وحرام يا جماعة نستبدل لفظ ميت بلفظ منتقل يقول لك انتقل لا يجوز التوسل بالمنتقل إيه 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 ليك وربنا ما قالش الرسول عليه الصلاح في القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون حننفي كمان عنهم لفظ الموت لا حرام فيا والدي الحبيب ويا أمي الفاضلة ويا كل مستمع كريم أنتو اللي علمتونا إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله التوسل بالأموات عند الله حرام لا يجوز لا يجوز إن أنا أطوف بالقبور أتمسح بيها أزورها بني الطلب البركة منها أنظر لغير الله ندر علي يا سيدة ندر علي يا بدوي ندر علي يا تسوئي ندر علي يا ناوي لو عملت لي كذا لا أعمل كذا ده شرك بالله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوته كل شيء ألا له الخلق والأمر وربك يخلق ما شاء وأختار ربنا سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر له الخلق وله الاختيار سبحانه وتعالى وكل الأخدار تجري بمشيئته هو سبحانه وتعالى الشاهد ان الناس الطيبين اللي بيعملوا طاعات وحسنات بيلحظوا الشبه بين هذه الطاعات وهذه الحسنات ويعيشون في ساعة من امرهم اما اهل الزنوب فيعيشون في ضيق العيش بصوا حبيبي اللي تصدق هو بس اللي عارف امت الفلوس من نوادر او من نكت المسائل ان المتصدقين واهل فعل الخير اغنياء ان اللي بيعملوا العمر اغنياء ان اللي بيحجوا اغنياء ايه الحكاية الحكاية مش ان لما ربنا اداله تصدق صدقني لا الحكاية مش ان لما ربنا اداله تلقى عمر ما حصبش صدقني انا جاي لك من هناك وبقول لك الناس اللي في الحج والعمرة دول كلهم مستلفين يا جماعة اصل هو ايه بالمنطق كده منظر منظر الاعلان بتاع العمرة شكله كده يعني يصد منظر كده انا مش عارف الارقام اللي مكتوبة على الحج العمرة دي مش متخيل الارقام دي بص بقى انوي وطلوبها من ربنا بصدق ودور على سبل بقول لك السنة دي الف ربعمية اربعة واربعين دي سنة تأشرة زيارة سنة لا تسأل دلوقتي على تذكارة ولا سكن ولا حج ولا عمرة ولا موسم ولا اجازتك ولا 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 بقول لك دور على تأشرة زيارة سنة لأي سبب مسموح بي نظامي دغري بدون مخالفات شوف الناس اللي بيطلعوا تأشرة من غير ما تقعد تحت ايد مصاب حد يطلع تأشرة زيارة سنة للسعودية طلعت تأشرة الزيارة سنة بخلاص نتكلم بقى تدور بقى تفتح الابليكيشن على تيفونك كده تدور على تذكارة الخيسة وقد عدل في الموعيد لحد ما تلاقي تذكارة اقسم بالله اقسم بالله واحد مبارح بعيد لسورة تذكارة قطاعها مبارح بألف جنيه ويمكن هتلاقي أقل كمان بالصبر والنية الطيبة انا عارف ان في تذكارة بـ 30 ألف مش مش عارف عارف بس بقولك أصبر انوي وأصبر خلي عندك عزيمة والصبر ودور دور 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 شركة الطيران دي لها أبليكيشن نزل ودور في تذكرها شركة الطيران دي لها أبليكيشن نزل ودور في تذكرها قعد قلب لحد شوف انت بدور على التذكرة لنفسك بدور على السكن لنفسك بطريقة تخش على موقع بوكينج بتاع كل الاوتلات اللي هو اوتيل في فرامسيس اوتيل في نابارو اوتيل في دوميات بوكينج ده في اوتلات مك المكرمة وانت قعد في البيت قلب قلب لحد ما تلاقي ارقص قضى في الدنيا بعشرين ريال بتلاتين ريال هتلاقي وبعدين بعد ما لقيت الغرفة اللي بعشرين ريال و تلاتين ريال الكلام ده في الفين اتنين وعشرين انا لسه جاي من هناك وكنت قعد في قضى بستة و تلاتين ريال ايه رأيك والله العظيم دور لحد ما تلاقي لقيت خلص يبقى انت زبطت التذكرة وزبطت السكن بعيد عن انياب اي حد ممكن يكوي يخدك ويرعبك بارقام الشركات الايه بارقام العروض الكبيرة دي صليت على رسول صلى الله عليه والله صلى الله عليه وسلم لما هيروح حيلاقي نفسك عايز يروح تاني تعد تتحيل عليك يا حجة خلاص انت حجيت يا بابا صبري سنتين ثلاثة ها حج السنة دي كمان يا ستي برسة وحيد الله يا حجة وحيد الله احنا نصبر على موضوع الحج ده سنتين ثلاثة كمان لا مش دعم يا ستي صبري هو ده اللي بيجربها مرة بيعملها تاني و تالت و رابع دول ربنا بيوسع عليهم قرر يكفل باب من ابواب الدعوة الى الله لازم يا جمال الباب نكفله و نهتم به و ندور عليه باب الدعوة الى الله على النت على وسائل التواصل دلوقتي بقى فيه قوافل دعوي على الفيسبوك و على وسائل التواصل لدعوة غير المسلمين لدرجة ان ممكن يوصل عدد الناس اللي بتخل الاسلام لمئة انسان كل يوم في دول جنوب في دول امريكا الجنوبية و في دول اسيا و في امريكا و اوروبا كمان الناس عمالة تدخل الاسلام بالدعوة ده باب نكفله عايزة اكفل الباب ده ب 300 450 جنيه في الشعر منين و انا معايش حق الاجار بتاعي انا انا غرقان في الاجار اعمل ايد الوقتي و انا نفسي اكفل صفحة دعوية على الفيسبوك محتاجة مبلغ و قدره كل شهر اتورط في الخير ربنا يجيب الرزق هو كده عارف زي ايه بالزبط زي واحد جات لورقة الاجابة الاول و مكتب له اكتب اي حاجة واحنا هنكتب اسئلة على اللي انت جاوبته ده الفرق بين اللي ربنا بيديله فيعمل الخير و اللي بيعمل الخير فربنا يديله سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقتردوا للحج والعمرة و يقول ارجو بالحج سدادة ديني عاك ليه النهار يستلف الشغل يسولف اللي قصد مغرقه يجي على خدمة اللي حسنته هو مش راضي يحفظ ولاده القرآن يقول معيش مش معنى دي احنا مش عايزين اللي غرقان سلف يستلف تاني لكن لو واحد مش فرقابته اي ديون ما يمنعش ان انا استلف عشان دي الشاهد ان اللي ربنا بيوفقه للخير هو هو اللي ربنا بيوسع رزقه هو هو اللي بيكفل ايتام بيكفل مقرأة في المسجد بيكفل ائمة وقراء بيكفل معلمات قرآن متولي باب خير وسقيا مثلا لحديقة كبيرة في الشرع بتاعهم ولا بيعمل عمل معروف اللي بيعمل الخير ربنا بيرزقه عشان الخير اللي بيعمله ولا احنا مش مؤمنين بان كل ده مالجزيهم به كل ده ده ربنا بيقول هالجزاة والاحسان إلا الاحسان ساعة الدنيا ورحابة الدنيا ايه اللي بيخلي الناس دي تعمل كده انه هم فاهمين انه هم فاهمين كويس فاهم انه لما يحطها في ايد الفقير ربنا سبحانه وتعالى حيردها له مضعفة زي ما قلت لحضراتكم على ام المؤمنة عايشة رضي الله عنه وارضها كانت لما تبعت حد بالصدقة مش يرجع يقولها تمام صدقة وصلت تسكت لا كانت تعمل ايه بقى تقول له ماذا قالوا لما اديت لهم الصدقة ردوا عليك قالوا لك ايه ردوا قالوا جزاهم الله خيرا جزا الله خيرا ام المؤمنين انها عملت الخير ده فتقوم ايه لا وجزاهم الله خيرا نكافئهم بدعائهم ليبقى لنا الاجر لما نعمل عمل صالح نخد بالنا ان احنا ما ناخدش اجرينا في الدنيا ناخد اجرينا في الاخر شفت الحالة دي حالة ايه حالة الفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يدين الناس بص بقى ده ده الراجل ده غريب خد قرار عمل صالح غريب جدا ايه العمل صلى الله عليه وسلم يعمله يسلف الناس يقرد الناس مراته سيب معاها عشر تلاف جنيه اللي عوز يستلف سل فيه وبعد ما يسلف الناس فاذا اعصر احدهم انظرهم فاذا اعصر وضع عنهم فجئ به يوم القيامة فسأله الله عز وجل عن ذلك فقال اني كنت انظر انظر المعصر واعفو عن المعصر فقال الله له نحن اولى بالعفو منك الصدق دي عايز اللي يفكر دايما بجد بصراحة هذا باب يعترف به بفضل المرأة في فرق كبير في الصدق بين المرأة والرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النور فقلنا فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نسائية يعني مظهر من مظاهر الهرمونات النسائية الحالة براحتك اللي انت عايزه مفيش مليش المرأة فيها عيوب قاتلة تدخلها جهنم الاعتراض العصياني عند الزنوب فلازم المرأة تكون يكون قدامها باب من الأبواب ربنا جعل وسهلة لها فإيه الباب اللي ربنا سهله على المرأة المرأة في الغالب كتير من النساء أنا مش بكلم عن النساء بكلم عن الصدقة في عالم الصدقة احتراف الصدقة نسائي ليه بقى وليد لو قلنا له تكفل يتيم هيعمل ايه دوني رقم فودافون كاش وقولولي هدفع كام مطلوب منك خمسين جنيه ورقم فودافون كاش كذا وليد بيقبط يمتك كدايس على زرار باعة الفلوس وخلص الكلام وشالها من دماء ما يعرفش فكر في حاكتين عارف بقى فلانة تعمل ايه هتعمل ايه بقى هتقولك هم كم ولد هم كذا سنهم ايه كذا ينهرب يد الشتة داخل هتلاقيهم بردانين معلش ان هبعتلكوا الكفالة بتبعت مثلا خمسين جنيف شهر هبعتلكوا الكفالة وعايز ابعت معها شربات تقيلة عياتي يا حجة الشربة الشهر اللي بعده انا عاملة شوية عدس بس عايز ابعته لهم هم هم انت قلتلي من اربع سنين ان فيهم بنت عندها ستاشر سنة البنت دي دلوقتي عندها عشرين سنة انا عندي تلاجة وكنت هغير اعجاد التلاجة فممكن اديها التلاجة بتاعتي البنت دي دي على وش جواز دلوقتي انا اتفقت مع جوزي وهنقش جمعية ونجيب لها سخان وغسلها وبتجاسب بس حاجة بسيطة كده مش هي البنت دي كده ولا ما اتجوزتش لسه انا لقيت ايمان مسجد عندنا ظروفه صعبة فهنساعد وهنجوز وبندوله عروس انت قلتلي ان عندهم شف دماغي المرأة بتفكر في ايه صنعت الصدقة صنعة يعني اذا دخلتها المرأة ابدعت فيها وده بس اللي حينجيها من قافات الهرمونات فعلشان كده النصيحة للمرأة ايه وعيد تكوني بخيلة احنا بنسمع شكويتك كتير من الزوج البخيل والزوج اللي حتى ممكن يكون مش بخيل لكن مش فهمك انت عايزة ايه اكتر واكتر سمعنا الشكوى دي كتير فهو انت تكوني بخيلة بالصدقة بتتصدقي ولا لا لا انت مفعش معك الا الصدقة انت هتخلش جهنم لما تصدقتيش يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكنا اكتر اهل النار لا ده سكت جهنم انت راحة كده على مزلقان رايحة قوي وانت شطرة في الصدقة هتنجيكي وهتخليكي ما تدخليش النار تعالي بسرعة بالصدقة ده بابك ده بابك اللي انت فننة فيه ومبدعة فيه وحتوفقي فيه المرأة لو عرفت ان مثلا هتدي صدقة الواحد عيان هو عنده ايه؟ طب انا ممكن ادبر ادوية من المكان الفلاني طب انا عرفت ان فيه فرشة تتفرش على السرير تريحه عشان ما يحصلوش مش عارف قرح وايه طب انا ممكن اعمل ايه؟ فيه واحدة صاحبتي مامتها ماتت عندها كرسي متحرك بتاعها ممكن اجيبه له ده فيه عروض على جهزة الضغط انا ممكن اجيب له جهاز ضغط على فكرة هو ده بقى الخمسمائة فكرة اللي بتعرف يتفكر فيهم في وقت واحد عاوزينهم في الصدقة عاوزينهم في صنع الخير لان ده الباب اللي انت محتاجه له الشاهد ان فهم العمل الصالح يجعل الانسان متحمس ليه وقادر عليه ومبسوط بيه وسعيد بيه غير نكد وغم وضيق الدنيا اهل الزنوب ده ده اللي ما بيعرفش الامان اللي جرب الزنا والعياذه بالله اوحش اوحش اعزب في الدنيا اوحش اعزب في الوجود اللي جرب الزنا اللي جرب قبل الحلال الحرام لازم طول حياته يفضل الحلال في بقه مسموم حتى يتوب الله عليه توبة صادقة ويزوق الحلال ويعيش في الحلال واحده اكتر انسانة عارف انها مجرد عروس لعبة اللي جربت الحرام ودائته وبعد كده جاية تعيش الحلال تجارب الوحشة في حياتهم بتخليهم مسترخصين نفسهم ومستقليين بنفسهم هو ده ضيق الدنيا ضيق الدنيا انك تبقى عايشة لنفسك يا جماعة كلمة عشان قاطر الولاد احنا عاملين حلقة من حلقات صلاحة قلوبة اوراقها من قيم اسمها عشان قاطر الاولاد الكلمة دي كلمة نبيلة بدمش في معصية بش هيعصي ربنا عشان قاطر الولاد وجاي على نفسي وصابر الكلام ده كلام عظيم الانسان الصابر من اجل طاعة الله عز وجل وفي رضى الله عز وجل الانسان الصابر على طاعة الله سبحانه وتعالى وجاي على نفسه ده مجزي وفي احاديث ضعيفة ان المرأة اللي تصبر على الايتام اللي معاها وما تتزوجش تبعث يوم القيامة ككافل اليتيم وما المين هيكون اكفل اليتيم من امه اللي صبرت عليه وحرمت نفسها محتسبة ذلك عند الله سبحانه وتعالى مش فرض على الارمال تتجاوز على فكرة مش فرض على المطلقة تتجاوز على فكرة اللي قررت تعيش عشان ولادها وهي نفسها حبة التضحية دي دي انسانة نبيلة محدش يقدر يزمها بدم هي مش معرضة للفتن ومش معرضة غيرها للفتن وعرفة تصول نفسها وعندها رسالة نبيلة يبقى دي انسانة عظيمة وتشكر على هذا الصبر والاحتمال وتحتسب عند الله عز وجل لكفالة اليتيم ايه اللي يخلي انسان يعمل كده اللي فاهم اللي فاهم اللي كل الناس بيعتبوه على الفلوس اللي خرجها الفلوس اللي مرضاش يقبضها الحرام كل الناس بيعتبوه وهو مش مضطر اللي يعتب حد دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى داعي الهدى فسمى اليه ورام مطلباً لم تطلبوه رأى علم الهدى فسمى اليه ورام مطلباً لم تطلبوه اجاب دعاءه لما دعاه وقام بامره واضعتموه بنفسي ذاك من فاطن لبيب تذوق مطعماً لم تطلبوه انا النهاردة هنزل على صفاتها الفيسبوك مقطع صغاماً كده للناس اللي بتبوس الحجر الاسود وهكتب كده عليها يلا رجال عندنا طبعاً بس صحيح هم بيتحكوا ليه وانا متأكد لان الفيسبوك ده عالم ازرق وحش متأكد ان هلاقي التعليقات ايه اللي بيعملوه ده ايه اللي بيدرابوه ليه الزق ده ليه الناس مش هكتب لكن بص على الخارجين هم بيتحكوا واو يا سبحان الله العظيم يا اخي الصحة لو مش هتجيب اللابوسة للحجر الاسود يا جماله يا متعته يا لزيته يا لها من نعمة قال عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن فاتته بيعت رسول الله عليه الصلاة والسلام ففاوضه يعني لمس الحجر الاسود فاوضه يعني سلم كده ففاوضه فكأنما يفاوض الرحمن الحجر الاسود ده من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشوب بالآفات كل لذات الدنيا ايه زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع متاع يعني ايه متاع يعني عفش يعني كركيب ذلك متاع يعني العفش اللي ما نيجي ننقله اسمه المتاع ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حصن المقاب لما نروح الجنة اللي هيخش الجنة يا جماعة لو كان عنده في الدنيا أنتريه مش هيخدم معاه الأنتريه بتاعه وجنته ده اسمه متاع الدنيا ده العفش والكركيب الوحشة لما تخش الجنة هتجي على التسريحات بتاعتك مش هتلاقي الحاجات المكياجات بتاعتك اللي في الدنيا مش هتلاقيها مش هيجيبه هالك الجنة معاك مش هتقلي القصر الجنة ومعاك الميكاب بتاعك والعطور بتاعتك لا 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 ذلك متاع الحياة الدنيا هتسيبهم ده حاجات ملهاش لازمة خادس لما تروح الجنة اللهم هنا نسارك الجنة مش هتاخد معاك عربيتك الحلوة حتى لو كانت عندك عربية حلوة مش هتروحك الجنة تلاقيها لأ انت هناك هتركب النجائب انت متعرفش متعرفش انك ممكن تركب حصان بيتير حصان حقيقي بيتير انت عايز عربية يعني ليه عربية هتلاقي وهم في مشلقة انفسهم خالدون قل اا انبئكم بخير من ذلك مثوبة عند الله خير من ذلك اللي هو ايه النساء والبنين والقناطين المقناطين من الذهب الفضة والخير والنسوات والعام الحرص خير من ذلك مثوبة عند الله قل اا انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها وازواج مطهارة ورضوان من الله والله بصير بالعباد كل لذات الدنيا منغصة اقعد بقى سبك منها منغصة هي دي الدنيا قال الله عز وجل ظهر الفساد وفي البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليوذيقهم بعضة الذي عملوا لعلهم يرجعون احنا شايفين الدنيا كده بقى ابي يقتل ابي يغتسب ام تتحرش ام تقتل ام ترمي عيالها اخ مش عارف يعمل ايه فوقته يرفع علاقته اضيت اثبات نسب علشان اخته ما تورسش يعني بيتهم ابوه بالزنة واللمه بالزنة حاجة ظهر الفساد في البر والبحرية دي الدنيا قال ابن قيم على رحمة الله فاين عقل من اثر لذة عاجلة منغصة منكدة على لذة هي من اعظم اللذات وفرحة ومسرة من اعظم المسرات دائمة ولا تزول ولا تفنى ولا تنقطع فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام وانما حصلت بالآلام وعاقبتها آلام في وحدة ولدت بدون ألم عصلش ده الحق ان اللي بدون ألم اول ما بتروح بتغطى وينه وتسرخ هي دي الدنيا وعاقبتها آلام فلو قايس العاقل بين لذتها وآلامها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف ياسع في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إسارها على ما لا عين رأت ولا أزم سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ابن الجوزي رحمه الله أشد الناس جاهلا منهوم باللذات مطعم فلاني عام العروض مطعم فلاني عام العروض مطعم فلاني عام العروض منهوم باللذات واللذات على ضربين مباحة ومحظورة فالمباحة لا يكادوا يحصلوا منها شيء إلا بضياع ما هو مهم من الدين فإذا حصلت منها حبة قارنها قنطار من الهم مع شوية ولد مرحل وجميل ربنا رزقني ابنه جميل مدوخني عدة كثرة بيعمل سلوك غلط مش عارف سوعة مش عارف بيعمل ايه هي دي الدنيا ايه دي الدنيا ده ده المباح فيها والحلو إذا حصلت منها على حبة قارنها قنطار من الهم ثم لا تكادوا تصفوا في نفسها بل مقدراتها ألوف فهي تغر الغمر اللي مش فاهم حاجة هو اللي بيتغرر بيها وتهدم العمر وتديم الأسى ومع ذلك فالمنهم كلما عب من لذة طلب أختها ما بيشبعش عايز تاني فلا يزال كذلك إلى أن يختطف بالموت فيلقى على بساط ندم لا يستدرك هي دي الدنيا ضيقة وضيق أهلها عشان كده ابن القيم أنا حمد الله يقول الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة ومن الوقت يا ابن القيم الجوزية مع كلامك العزب وفهمك الزكية اللهم أنفعنا ببركات العلمية واجمعنا به في المنازل عليه عايزين نخرج كلنا من ضيق الدنيا ده إلى ساعة الآخرة بنية صالحة إن شاء الله وألقوكم في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم وعلى الله وبركاته